موجة ثالثة من الكوليرا تجتاح اليمن من جديد عودة أكثر ضراوة من سابقتيها تشير الإحصاءات الأولية غير رسمية إلى أن الكوليرا أصابت منذ مطلع يناير الماضي 140 ألف شخص منهم 291 حالة وفاة واحتمال الزيادة مفتوح مع الانتشار المستمر للوباء الفتاك أمانة العاصمة تصدرت حجم المعاناة بعدد المصابين الذين زادوا عن 1600 تليها الحديدة بنحو 1500 ثم محافظة إب ثم صنعاء فعمران وذمار وتعز والجائحة في التساع يحدث ذلك في ظل انهيار ملحوظ للقطاع الصحي الذي يبدو عاجزا عن احتواء الوباء واستيعاب آثاره ومن حين لآخر تصدر مستشفيات كبرى في مدن مركزية كصنعاء والحديدة وتعز نداءات استغاثة لنجدة الضحايا الذين لم يعد في المقدور تغطية حاجتهم من العلاء كان اليمن قد شهد موجتين للكوليرا انتشرت في عشر محافظات تقريبا وطالت أكثر من مليون ومائتي ألف مصاب توفي منهم قرابة 2200 حالة الموجة الأولى دامت بين أواخر سبتمبر 2016 إلى فبراير 2017 والثانية جرت بين إبريل 2017 إلى نوفمبر من ذات العام وبحسب الأمم المتحدة فإن إجمالي عدد الإصابات والحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا خلال العام الماضي بلغ 295 ألف حالة توفي منها 400 حالة ثلثها لأطفال دون الخامسة شكرا